السلام عليكم انفجار قوي يهز موقعا لاختبار الصواريخ وسط إسرائيل هز موقع لاختبار الصواريخ يقع وسط فلسطين المحتلة اليوم وقالت الصحيفة نقلا عن شركة تومور التي كانت تختبر محرك صواريخ إن الحادث كان جزءا من التدريبات التي جرت في حين أشرت صحيفة هارتس العبريا إلى وقوع انفجار قوي في مصنع دفاع حساس خلال اختبار في وسط فلسطين المحتلة ولم ترد أنبع حتى الآن عن وقوع إصابات ولفت هارتس إلى أن الانفجار وقع غلال اختبار روتيني أجراه مصنع تومور للأسلحة المتطورة والذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواع مختلفة من الصواريخ وذكرت أن السكان المحليين قالوا إذا هم سمعوا انفجارا ورأوا سحابة وقام البعض بتصويرها ونقلت هارتس عن تومور ردها على الانفجار كان هذا اختبار مضبوط بدون ظروف استثنائية تجدر الإشارة إلى أن مكاتب تومور تقع وسط فلسطين المحتلة وعلى مقربة من المناطق السكنية وأن الشركة تصنع صواريخ ليستخدمها جيش الاحتلال وأنظمة الدفاع الإسرائيلي الأخرى هذا ونشر الصحفي الإسرائيلي إيدكوهين مقطع فيديو وتقع انفجارا كبير